مرحبا بكم في الفيديو جديد و في رسالة جديدة اليوم اخترت باش نعملكم قطوب الجنواس حاجة بنينة على الاخر نستحقوها في رسال عام بالطبيعة اليوم يحبش البسكويت يعمل الجنواس كيما باش نعملو اينا اليوم باش نعمل قطوب بلقو كراميل وش حط مع الكاكوية باش جينا نتحس ولا قو بنين برشا كما لقو متاع سنيكرز حاجة طيارة على الاخر وحاولت انبسطها ونسهلها باش اي واحد كي يجربها تنجح له وكما قاعدين تراو المنظر مزيين والقو لبنينة بتبيع باش نرقاوها موجود الوصفة بتاعنا نبدوها بالجنواس عندي ستة مغارف فارينة ستة مغارف سكر ستة كعبة عظم عندي ستة مغارفتين كاكاو سونسيك خطلتها مغارف زيت كثة مغارف حليب عندي فاني وعننا مغارف تأجيلك الوصفة اللي متاع اليوم باش نحط كل شي ما بعضو في الربو ونخليهم تتركض الطريقة هذي سهلة اللي مزروب ينجم يعملها خاطر باش نحطو فيها الجيلك اللي هو المحسن متاع الكيك يجعل اللي متى ذوما عملت جنواس اذا كمتاع عملت بيه قتوروا ليها وكما فيش محسن بطريقة سهلة اما تبقى تركض العظم وتحط الفارينة وتحرك بشوي بشوي يعني اخو اكثر وقت الطريقة هذي سهلة نحطو كل شي ما بعضو ونحطو هي تركض اهاي كمغارف تجيل كمغارف انتا قهوة مليانة اه اوكا كل مرة نحاول نحط لكم طريقة متاع جنواس خاطر هوا بتبيع فما برشة ورق متاع نقسم العظم متاع نحطو العظم وبعد نزيدو الفارينة الطريقة هذي نحطو كل شي ما بعضو ووكا اللي يحب طريقة يعمل بهي حاتين المكونات لكم كما قدت لكم العظم الزيت الحليب السكر والسكر وطاوة بش نحط حتي تجيلك وطاوة بش نحط الفارينة والكاكاو ونحطهم يتركض وحاتليت ضعف الحجم متاعهم ومن بعدي نحطوهم في المولمتاعنا ونحطوهم في الفور بش خليها تيب سوعة من زمان على مية وستين درجة بين مية وخمسين ومية وستين درجة لإله إلا محمد رسول الله وهكي كا تكون حالة اينا بش نعملها جنواز عالية مش بش نعملها كلمربع وتكون رهيفة بش نعملها عالية بالكديل وإله إلا محمد رسول الله خد بش نعمل قطو العالي هذيك ما اللي في الدجا عملتها الرهيفة ايك اللي مش عالية برش عملنا به الرولي عملتها وقتها 30 على 40 في المول والمول هيدا متاع اليوم 20 سنتيمتر بش نعمل ندور هاوكا بريسك حضرت خليتها تدور حكاية ستة سبعة دقائق مع الجيلك المحسنة ذيك إعاونا بش تنجحلنا الجنواز متاع توا بش نحطها في المول ونحطها في الفور المول اللي عاوكا لفيتو بالبابية هكيكا ادهنتو بالزبدة ماذا بكم تدهنو بالزبدة وتحطو له البابية ونحطه في الفور الكوضان ذاك عملت بها كيكا باش كينفما هو يخرج بعديك ما تتنفخش من شيرة وتقعد من شيرة او ننفذوها كاميرا تونيتاو باش نتعدى وليل الكخيم بتاعنا الكخيم بتاعنا باش نعملوها بالكراميل اذاك الكراميل بتاعنا والكخيم فريش والزوسوة بعجبن وعندي كاس كرام شانتيه وكاس حليب الكخيم بتاعنا اليوم بنينا على الاخر باش نزيدها كاكاوية باش نرحي شوية كاكاوية منزيدهم لاتاو نوري هاي لكم اول حاجة نحطوها هي كاس الحليب وكاس الكخيم شانتيه ونزيدوهم ساشيت لفلان بالنسبة لكاس كاس اذاك متوسط ما هوش كبير برشا ومش زغير معنات نجمو تاخدو اي كاس عنكم اتقيسو به المهم قد كميت الكخيم شانتيه قد كميت الحليب الزوس قد قد باهي الكخيم بتاعنا المكاونات متاحا اريتوها شنية اللي تنجمو تستغنو عليها في الكخيم متاعنا انا بالنسبة للجبن وللكخيم فخاش عليش استعمالتهم اخاطر الكريم شانتيه حلوة والفلان حلو والكراميل حلو ماذا بينا حاجة اتعدلنا القوش شوية باش مجينيش يعني يجي حلو برشا تنجمو تحتو اربعة ويبعش من مثلث هذيك ويلا حوك خيم فخاش كهو ويلا كم عملت انا حطو منو وتحطو منو وهذا كالكراميل الكراميل تون حط لكم فيه صندوق الوصف الطريقة متاعو انا ديجا عملته من قبل مارتين ولا ثلاثة تون حط لكم الوصفة متاعو الفيديو معناتها بالتبصيل كيفاش حذرتو خاط انا كي باش نزيد نصور الكراميل كيفاش نطايفيه يجيني الفيديو برشا خاطر فيها الجنواز معنات الجنواز يخوا قط وكي نحط نزيد نطايف الكراميل الفيديو جينيتو البرش توا كيما قاعدين تراو خلط كل شي ما بعضو ونركض فيه باش تجينا حاصيلو الكخيم بنينة 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 على الاخر معناتها كنزيد نحطو لها مبعض الكاكوية كينا عليها كخيمه بغولات المكاونات متاعنا هذو ما يخلونا الكخيم تجي بنينة على الاخر تجي اي باس كيما قاعدين تراو فيها وجينا فيها كل لمعة ونونها مزيين على الاخر حاولوا تحطوا المكاونات الكل اللي عملتهم اينا خاطر بتبيعة واحد بشي عمل قطوم تارس العام ماذا بيه تجي حاجة بنينة به الجنواز متاعنا هيكا حذرت حاقت لي شوية من اللوتا مش برشا وبش نقسمها توا على اربع طبقات تاخذوا ماذا بيكا مسكينة تكون منشار انا عندي هذيكا ولا السكينة العادية اللي نستعملوا فيها في الكوجينة دي كخاصة بالحلويات انا ما اخذتها من قبل هاوكا تقمروا هكاكا لجنيب الكل اللي قياس لي حاشكم بيه انا بالعين ما نقصش بالمصرة قسمتها حكاية سانتي ونص كل طبقة وبنبقى ندور بشوية بشوية هكاكا اللي انت تقصلي سهلة ما هيشي سعيبة المهم خلوها تبرد بالكداء بالكداء هاك اغزلوا التكستوري متاحا محليها اه وسهلة كيما قلت لكم بشوية ما يبقاش يقسم العظم ولا يحط العظم يركضها وحدها ويزدى السكر بشوية ويحط الفارينة الطريقة هذي متاحا مزروب يحط كل شي ما بعض وهاكم عاهم مغرفة الجيلك هي المحسن اللي بشي خلينا اللي جينوازم تاعنا تنجح اللي ما يحبش المحسن كيما قلت لكم يقسم العظم ويعمل الطريقة اللي عملتها انا المرة اللي فاتت حتيت العظم لكل وحتيت السكر وهاني قلت لكم المرة الجين عملكم بالطريقة الثالثة اللي هي قسمين العظم توا الكخيم بتاعنا نقصت منها شوية في صحفة بشنزين بايخات المنفوق ويبقي زدت محكاية سبعين جرام ولمية جرام كيكاوية كيما تحبوا انا موزنتش بالعين وحركتها بش تعطينا قو ابنينا على اللخ توا اجينوازم بتاعنا حتيت التبقى الأولانية في سيخصوها ذاكا انتم ما تنجموا ما تستعملوهوش كيما عندكم مش تحطوا وتبقوا تحطوا الكخيم بشوي بشوي انا سقيتها بالحليب تنجموا تعملوك الشحور ذاكا اللي يكون خفيف تسقوا بيه نجموا تعملو قهوة انا نحبذ الحليب بش ما يعطينيش خاطر الشحور حلو برشا وفي نفس الوقت ما فيش حتى قو المهم احنا نسقيوا جنواز بش تولينا تريق اكثر حتيت التبقى الأولانية على الكخيم تبنتع الجنواز وحتيت لها الكخيم وهذي التبقى الثاني لهنا بش نحط بش ناخو كمية صغيرة من الكراميل خلطتها بالكاكاوية المرحية كماريتوني ونزيدها هنا انا حتيتها والتليفون كان مسكر كنت بحذية بنتي هبلتني ما خليتنيش نكمل جدا لراحتي خرجتها من الكوجينة ورجعت انسيت لي انا وقفت الفيديو حتيت الكراميل ومبعد تفكرت حليت يعني التبقى هذيك قبل الكخيم هنا الهلا محمد رسول الله حتيت كما قلت لكم حكاية 50-70 جرام كاكاوية مع الكراميل خلطتهم بعضهم وحتيتهم بكوش هكا في الوسط يبنون الجاتون بتاعنا اوكا في اللخر توكي نجي نحط بش نزين بيه من فوق انوري هوكم هذيك هو بيدو اللي حتيت منو في الوسط هذي الكوش الاخرانية احنا عملنا اربع طبقات جنواز واربع طبقات كخيم يعني نحط جنواز وعليها كخيم هكيكا بالطبقة بالطبقة اللي نتوف هذي الكوش الاخرانية بش نستويها ونحط القطوم بتاعنا في الفريجي دير رتيح سويعة من زمان ونبعد نجدو ونكمل انزيد هاوكا حاولت انبسط لكم ونسهل لكم وانتاكم حاجات مع انتا مايش سعيبة طريقة جنواز هذي سهلة متاوحد مزروب الكخيم كيف كيف ما في هاش تأتيب كل شي اللي فوهما بعض ونحطوه الكراميل اللي تحب تعمل مثلا اللي ما تنجمش الطيب كراميل تاخو كعبتين يغورت فلان تزيدهم غادي وهوكا الساشيل فلان هذيك يعطي يقول كراميل بالكداء اللي تحب الطيب كراميل وعندها وسعبين الطيب هاوكا من قبل بنهار ولا بنهارين وتستعمل بتبيعة بالكراميل تكون ابن اكثر طاو بعد ما تعادت الساعة وهي في الفريجي دير اجبتها باش نحي سخصو هذيكا ونكملن زينها معاك انا في القناة متاعي عندي باشا وصفات تاقطو متاع عمني ولو قايت هذي عملت باشا فاهم الجنواز وفاهم الدكواز وفاهم كرام وبرغ وفاهم كرام موسلين وفاهم كرام سويس عسيلو باشا وصفات بي هاوكا كيما قاعدين تراو هاوكا كوش جنواز وكوش كرام توا بعد ما ارتحتوش بتناها باش نكملو انزينوها بطريقة سهلة ومبسطة باش نستوي لجناب الكل هاوكا الكرام اللي خليتها اذيكا ما فيهاش كاكاوية رخاتها من نجموش نزينو بها وهي بالكاكاوية باش نحاول نستوي لجنابها كيكا كيف ما ننجم ومبعد باش نكملو نحط لها شوية كرامين زين به وتنجمو زيدا ترحو الكاكاوية وتحطوها من لجناب راهو تجي زيد اوكا اذا كان ما حابتش تستوي لكم مثلا ما عندكم شو سعبين دو بحطو شوية لكخيمها كيكا ومبعد غطوها بالكاكاوية من لجناب يجي منظرها مزيين ومعادش يضر حد شي اذيك الكرام اه بتبيع ذيكا ما فيهاش كاكاوية قاعدين في قاعدين تراو فيهن ذا اه ما انت ما فيهاش ما انت نقص باش نحط منو هاكا في الاجناب باش نخليهم يهبطوا بشوية بشوية هكاكا ناخذو مغرفة ونحطو بشوية بشوية هو طوي يهبط واحدو هكاكا لننكم بشو ندور على جناب الكل ومبعد من فوق بشو نزيينها بالكخيم ونحط عليها شوية كاكاوية وهكي كا تكون حاضرة نجموا راها وطريقة هاي ذي كالما عندكم شو سعبين خاطر هي تشد شوية وقت وشوية وسعبين متستغنوا عليها كيما قدت لكم وتحطو الكاكاوية بالجناب ومن فوق تحطو الكخيم هاكا ساي حاولت نستويها شوية وبش نحط الكخيم شونتي حتيت الكخيم شونتي اللي قعدت لكلها في بوش وناخذو اي يعني لإلهي لمحمد رسول الله اي قالب عنا شو نقولولوه والله الدويف والله ونبدو نستوي بيها هكي كنعملو الزيناء اللي نحبو عليه طبع بش ناخذ الهلا محمد رسول الله الكراميل اللي قعد لي خليتو في اللخر معناتها بعد ما زينت من الجناب بش نحط له شوية كاكاوية مرحي اها وليتوها كيما هكيكا بالضبط كاكاوية وكراميل حتيتم في الوسط خاطر مبكري ما يعني ما صور ليش كيما قطيك ما كل انت نسيت التليفون مساك او كريت اللي بش نحطه مفوق هما يبيدم لي حديتم في الوسط اتبنن اتبنن القاتو على اللخر معناتها وتنجمو تعملوها مربع المربع اسهل راهي المدورة القاتو المدور في خدمته اصعب من المربع المربع سهل على اللخر معناتها تعملو مثلا ترواء ولا كات كوش وتحطو الكوش الوسطانية هكي كاكرا ماء والقوقة سمان باللهي بنينه 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 على اللخر جيت والكخيم تحسها كريمة زبدة معناتها مش كريم شونتية هاوكا سيكملتها حاتيت لها شوية كاكاوية مهاروشة من الفوق زيت سينت بها وهكيكا حاضرة المكونات بتاعنا بساط على اللخر وسهلين ومانتا وهمش مكلفين مع انتا كريمة الزبدة تاخو وقته طويل بش تتيب وتشدنا وقت بش نحضروها الكخيم هذي سهلة على اللخر والجينواز كيما وريتكم كل شي مع بعض ونحطو في الروبو ويحضر حكاية ستة سبع دقائق والتتيب هني قلت لكم انا خشدتني ساعة من زمان المرة اللول على مستين درجة نص ساعة ونص ساعة الثانية هبطت للمية وخمسين وخليت هاتتيب من فوق الملوتة طوحاني بش نقسمها وبش نوريكم التكسير متاحة كيفيش جيتني من الوسط محليها وبنينا بنينا على اللخر ما تنسيونيش بالجينو لابوناي وتبرتجوا لي الفيديو متاعي لحبابكم ولاصحابكم ريتو الكراميل في الوسط و الكراميل الفوقاني الفوقاني يظهر لونه اغمق شوية خاطر اينا طيبت على مرتين يعني ما ززنيش لوليني وعود طيبت مرة اخر ريتو محليه كيبدأ خرج هكا عجنب كيفيش تكسير متاحة حتى الكولور متاحة مزيان برشا الساشية الفلان لونها الساشية الفلان كراميلة ذيكا الكيسابيتو ديجاريتون يملول هكا لونه مستصفر شوي اعطا لون مزيان ولمعة للكخيم متاعنا طوح سهي هاوكا بش نقصركم المرسو بش نشاهيكم بالجداء وتجربوها الوصفة وتحطوا لي رايكم قدرة ربي بش تعجبكم على اللخر وحتى عائلتكم بش تعجبهم خاطر ابنينة ابنينة على اللخر ونجحة بالجداء وعسوا عليها الجنواز ما تخلوهاش تتحرق لكم هكا ملوطة كي ما تحرقت لي انا شدتلي شوية وحطوه المويل في الوسط معنا تف الفور حطوه في الوسط بش ما تتحرقش وماذا بكم انتو ما والفور متاعكم كل واحد وصخانتو بين 150 حتى كانت حس فورك هكا يحرق ويصخن برشا حط على 140 وتاوى مبقى لكم بش نقولكم باي 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 بسلام الناس لكل واستنيني في فيديو جديد ان شاء الله بش نحضركم حاجة زادة سهلة واقتصادية واي واحد اينجم يعملها وبي باي باي بسلام الناس كل ونحبكم بارشا 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 باي باي اشتركوا في القناة